اولا ده ده احصائيات عظيمة دي بصراحة عظيمة طيب نمرة اربعة التوزيع الجرافي للمناطق العشوائي غير الامنة اللي تم التعامل معها اقول لك الات طبعا هنا لازم ارتدي المندرة لانه حتى الشاشة دي بقى بعيدة علي انا اتخيلوا انا وصلت المرحلة دي يا جماعة لقد بلغتو من العمر ارزلو اه اه بصا سيدي القاهرة اربعة وخمسين منطقة عبارة عن تلاتة وسبعين الف وتمنمية اتنين وثمانين وحدة سكنية يانهار بيض فورسعيد عشر مناطق ست تلف تلاتمية اتنين وسبعين الاليوبية ستاشر منطقة خمس تلف ستتمية وتسعتاشر السويس خمس مناطق الف مية ستة وتلاتين وحدة الجيزة واحد وثلاتين منطقة فيها سبعة تلف سبعمائة تمانية وستين وحدة الاليوبية ستاشر منطقة خمسة 5619 الشرقية 14 منطقة فيها 570 وحدة سكناء ده أهلية 16 منطقة فيها 5038 أخد لك فين يا رجل حتى الوادي الجديد الوادي الجديد أكبر محافظة في الجمهورية مساحة الوادي الجديد اللي وحدها 45% تخيل كان فيها مناطق عشوائية نفسي أعرف والله أنا ما بقصد أي إساءل أي مخلوق أنا عندي سؤال هو إحنا كنا فين قبل 2011 يعني كنا بنعمل إيه إيه عارفين تلا حكا بتاعي إيه انت إيه يا شيخ كنا بنعمل إيه مش أقولك كانوا بيعملوا إيه كنا بنعمل إيه لو خدتك في الأرقام دي هتتخض كل ما أرجوه إنك تشوف قدامك على الشاشة بعد إذنك شايف كل هذه الأسهم مناطق عشوائية في مختلف محافظات الجمهورية إلا ما في محافظة نجيت تستنى لما تأكد والله كنت ما تأكد من كده في على البحر الأحمر حتى البحر الأحمر 14 منطقة 8,525 واحدة سكنية تعالى اللي بعده حاجة كانت مخيفة بصراحة كل دا تم التعامل معاه كل دا تم التعامل معاه ترجمة نانسي قنقر